جنوتوكس واختيار بينها عند الإقلال لكن كنا قد تطرقنا إلى طريقة تثبيته على الفلاشة من خلال الطرفية وكانت الواجهة الرسومية متاحة فقط على نظام الويندوز اليوم ومع التحديث الأخير للبرنامج تم إتاحة العمل عبر الواجهة الرسومية من خلال المتصفح سنتعرف على طريقة عمل ذلك تابعوا معنا في البداية سنفتح موقع البرنامج على المتصفح وهو ventoy.net نذهب إلى الدونلود سنختار نسخة GNU Linux أنا قمت بتحميلها مسبقا سنقوم بفك الضغط عن الملف ثم ندخل إلى مجلد البرنامج نفتح الطرفية داخل المجلد من خلال النقر بزر الفعر العيمان وفتح الطرفية هناك أنا مثلا على كيدي أكتفي بالنقر على الزر F4 لفتح الطرفية داخل مدير الملفات Dolphin نعود الآن إلى الموقع ونذهب إلى خيار document ثم linux.gui هذا هو الشكل الذي ستظهر عليه الواجهة ولكي نستطيع العمل عليها علينا تنفيذ هذا الأمر في الطرفية التي فتحناها في مجلد فنتوي نقوم بنسخه ولسقه في الطرفية سيولد لنا العنوان التالي نقوم بنسخه هو الآخر ولسقه في المتصفح لتظهر لنا بعدها الوزيار الرسومية لبرنامج فنتوي على linux هناك العديد من الخيارات أولها option والذي يتوفر على مجموعة من الأدوات لإعداد مفتح الذاكرة مثل دعم الإقلاع الآمن ونوع القسم وإعدادات القسم وغيرها كما يتيح تغيير لغة البرنامج إلى عدة لغات بما فيها اللغة العربية وكما تلاحظون تم اكتشاف USB في شكل تلقائي ويتحلنا خيارين وهما التثبيت لمن سيقوم بتثبيت البرنامج أول مرة أو التحديث لمن يتوفر على نسخة أقدم مثبتة مسبقا على مفتح الذاكرة الخارجي ويتم أيضا توضيح رقم إصدار فينتوي المثبتة على USB والتي تحمل رقم 1.0.38 والنسخة الأحدث التي سيتم الترقية إليها والتي تحمل رقم 1.0.46 أنا أستخدم بنتوي على الفلاشة منذ أشهر وهذا جعلني أستغني عن تهيئتها أو عمل فورمات لها كل مرة أحتاج إلى حرق توزيع عليها وكما تشاهدون فهي تحتوي على مجموعة من الملفات بالإضافة إلى ملف إيزو لتوزيعات MX Linux ويمكن وضع أكثر من إيزو ويتم التعرف عليها تلقائينا عند الإقلاع كما ذكرنا ذلك سابقا الآن وبما أني أتوفر مسبقا على فينتوي على USB سأقوم بتحديث البرنامج وهذا الإجراء لا يشكل أي خطر على الملفات المتواجدة على مفتاح الذاكر الخارجي كما هو موضح في هذه الرسالة عند النقر على زر التحديث بعدها أنقر على OK لإتمام العملية لتبدأ عملية التحديث بشكل مباشر بعد انتهاء التحديث سيتم ضمن USB مرة أخرى بشكل مباشر مع ظهور الرسالة تبين نجاح عملية التحديث وأصبح رقم إصدار فينتوي متطابق في الخانتين سنقوم بتفقد مفتاح الذاكر مجددا وها هي ملفات ما تزال متواجدة كما تركتها لكن يجب الانتباه إلى أن تثبيت فينتوي أول مرة سيقوم بإعادة تهيئة USB وإزالة كل ما يتواجد عليها من ملفات لكي يقوم بعمل تقسيمات ضرورية لتعمل معك بشكل صحيح لذا وجب نقل أي ملفات ضرورية إلى حين تثبيت فينتوي على الفلاش كل ما علينا الآن لإيقاف عمل واجهة البرنامج على المتصفح هو العودة إلى الطرفية ثم نقوم بالضغط على Ctrl-C وانتهى كل شيء وللتأكد أكثر سنتفقد المتصفح ونعيد إنعاش الصفحة ولن يظهر معنا البرنامج لأننا أوقفنا عمله من خلال الطرفية كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة حول واجهة فينتوي على نظام GNUlinux أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة لكم لا تبخلوا علينا بالاشتراك وترك تعليقاتكم شكرا لكم وإلى اللقاء